سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلونكم حبايب قلب وإن شاء الله طيب يرجعنا ياكم فيديو جديد وبحلقة جديدة وأدري هواية منتظرين هاي الحلقة من ناحية أرك موبايل ومن ناحية أنه نتكلم على أرك الجديدة ولكن قبل موضوع أرك أكو شغلة جدا مهمة هي موضوع جدا جدا ضروري لا تتجاهلونه حتى لو عندك متابعين اثنين بالإستقرام بأي مكان تشوف أي منشور انشر بالستوري مالك انشره بأي مكان تعليقات اشوف أي محتوى يدعم هاي القضية سوي تعليق سوي شير سوي بالتعليقات اكتب هاشتاقات وإذا شفت هذول الكلاوشي الإعلاميين اللي ينشرون عكس هذا الشي الإعلام الغربي قاعد أقصد سوي ريبورت فيك نيوز اكتب جوه فيك نيوز هيك شغلات ادعم هاي القضية بدعائك حتى لو يعني بشي بسيط تقدم ما تقدر تحرك من مكانك عندك السوشال ميديا حاليا هي حرب إعلامي جدا قوي من الإعلام الغربي اللي يريدون يبينون إنه إسرائيل هي المتضررة فحاول تدعمه هاي القضية بدعائك وأيضا عن طريق نشرك للأخبار وعن طريق إنه تكذب الأخبار الإعلامي الغربي فيب لازم كلنا نكون إيد وحده و الله يساعدكم يا رب الله ينصركم الله يصبركم يا رب الله يرحم اللي ماته و شهداء طبعا بتجنة فخلونا نبلش و من تشوفون هذا العلم بدأ يفهم هذا البرنامج ما تدورته ما لقيت ولكن رسمت وحده وبعدين دورت ظهر لي اثنين اثلاثة يعني ما أدري هل قاعدين يحدفون الأعلام تس أوكي هل هو معلق شوية لأنه كان فاصلة من الواي فاي وهي رجعت ربوطتي أحاول باتشرة أجيب لي علم و خلي بداله هناك يا باب طالنا قبل لا نبلش خلو نصل على الحبيب محمد الله مصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعينو اذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسونا باللاعك والاشتراك يلا لاتسكو طيب يا شباب طبعا هوايا جتني أسئلة مارش الأرك موبايل انحذفت من القوجل بلاي من سوق بلاي انحذفت من الماركتات عسي إذا تروح تبحث ما راح تلقاه موجود بالمارك شنو الموضوع هل إنه أرك جديدة راح تنزل بالسوق بلاي هل إنه أكو تحديث جديد ما كوي شي شي ولكن قا هوايا ناس فكروا إنه أكو تحديث جديد راح يجي شي شي هو أكو تحديث ولكن مو التحديث اللي إحنا ننتمره احنا مثل ما قلنا لكم إنه التحديث اتأجل هذاك الأرك اللي يجي من نيتندو سويت راح يكون في بداية إيش السنة جاية يعني ربع الأول من الفين واربا واشرين يعني مثلا ممكن يكون بالشهر الأول شهر الثاني شهر الثالث أو شهر الراوي ما ندري إيش وقت بالضبط الموضوع إنه ليش إن مساح طبعا هذا الشي نزله وعالية آآ بالديسكورد الرسمي مالتهم آرك موبايل طبعا قالوا مثل ما لاحظوا البعض منكم إنه آرك موبايل تمت إزالتها من متجر جوجل بلاي وهذا أمر مؤقت يعني مؤقت وراح يرجع ولكن ليش نحذف؟ يقول إنه نقوم بإزالة بعض التعليمات البرمجية القديمة إنه أعتقد مثلا ما أدري هل أكو المشاكل ما للأندرويد الجديدة وهي شي شي ممكن بيها أصلاحات المهم الفكرة كلها إنه أصلاحات وهاي الشغلات لعني اللعبة صار لها هواية ميتة ما بها التحديث فهي لازم كل فترة يسوي لها تحديث وهاي الشغلات فالأرك موبايل راح يرجع وما عندنا شي هواية عنه خير إنه أرك موبايل إنه هذا السبب اللي اختفت بيها من متجر جوجل بلاي نجي على موضوع صار لفترة طويلة واني ما متكلم به اللي هو أرك اللي هو أرك سيرفايفل ماتت ويقولون صدق أرك سيرفايفل ماتت أه مو نهاية أرك سيرفايفل طبعا ستقدر تلعبها في السنجل بلاير ولكن ما مجرب بعدها أدخل سيرفارات خاصة مثلا سيرفارات أنا مشتريها ولكن السيرفارات العامة توقفت السيرفارات الرسمية مالة الشركة أكو هواية من لاعبين أرك أرك سيرفايفل ترى هاي إحنا اليوتيوبر قاعدين نلعب موضات وهاي الشغلات عندنا محتوى مثلا موضات ولكن هواية من لوعي بارك سيرفايفل جاي يلعبون بالسيرفرات الرسمية يعني شون هسه لعبين ارك موبايل اكو بيهم واية جاي يقضون وقت على السيرفرات الرسمية كذلك بالبي سي او الكونسول فالسيرفرات اتوقف سده والسيرفرات علموة شنوه جاي يحضرون ليارك اسندن راح يفتحون سيرفرات ارك اسندن ولكن اش وقت يا مارف خلال هاي الاسبوعين راح ينزل ارك اسندن مو متأكد مو اكيده لانه لحد الان قالوا انه ممكن تنزل اه ترايلر لحد الان ما شفنا ترايلر ولا شي طيب الموضوع شنوه شوفو نيترادو اخر فترة اذا شفتو شووا عقد ويا ارك على انه يسون سيرفرات ارك اسندن ارك اسندن سيرفراتها اسه حاليا عقد ويا نيترادو الموضوع كذلك هسه اذا هسه عندهم وقت تاريخ فلان نيترادو راح تشغل السيرفرات مع الارك اسندن اذا تعدت هذا التاريخ وارك اسندن بعدها ما نازله وتأجلت سيرفرات الارك اسندن نيترادو راح شي السوي بها اتطفيها وترجع تشغل سيرفرات ارك سورفايفل الاولى وايضا طبعا تقريبا 20% مدرج قد راح تخسر ارك سورفايفل بسبب انها دافعة لنيترادو هاي الشغلة جدا راح تضر بيهم قبل فترة واحد قللي تكلم على سنيل جيمز وهي اجانب يتكلمون عليه انت ما تتكلم عليه طبعا سنيل جيمز هو شوفوا لعبة ارك اسندن هي عند شركتين شركة والكارت هي اللي تطور اللعبة وسنيل جيمز هي اللي البوبريشر اللي هي كتنشر النشر عليها مسؤولية النشر وهاي الشغلات وخلي نقول اهواي امور يعني الماديات وهي سنيل جيمز هنا بها الحالة اش سووا انه خلو لك ارك خلو لك ارك هيش هدف وخلو تفاحة على راسهم خلي انه اجيب الهدف يا اما تجيب ارك وموتها اما ما يعني التفاحة ما اجيبها توقع يعني ارك سندن تراح مثلا توقع اه ما تنجح وارك بنفس الحالة انا موت ارك الاولى اه فممكن انه توقعوا على انه يجبر الناس مثلا تشتري شوفوا اللعبة ارك راح تنزل بفلوس ما راح تنزل مجانية ولا تنزل رخيصة راح تنزل اقل شي بخمسين دولار ممكن تنزل ديسكاونت بها قال او الديسكاونت راح يوصلها الى من خمسة واربعين دولار الى اربعين دولار او تسعة وثلاثين دولار ولكن الموضوع وين الموضوع انه اجبر الناس تشتري هاي اللعبة على مود اجني الفلوس محتاج فلوس اجني فلوس شا سوي اطفي سيرفارات ما الارك الاساسية الارك الاولى وممكن انه اه وممكن انه ينحذف ارك الاولى ممكن توقع كل شي انه ينحذف ارك الاولى على مود اجبر الناس تجي على هاي ارك طيب ليش كل هذا الموضوع ليش كل هذا ليش ارك اسيند انطلع عنه من جوال شنو الفكرة رادوا يطوروها شنو الموضوع اللي خلاهم ياجلوها انه ايضا يحتاجون دعم عليها ارك 2 اتأجلت اخواي اخواي ليش انه ما كانوا مخلصيها قالوا راح تخلص فلان يوم وما كانوا مخلصيها والموضوع اللي صار انه انجبروا ويأجلوها فالفكرة اللي سووها شنوه سنيل قيمز الفكرة اللي سووها شنوه اوكي نجي نسوي ارك اسندنت نجبر الناس انه يشتروها راح يجينا فلوس عليها ونقدر نطور بها ارك 2 هل اللعبة راح تنجح انت بهاي الفترة تجي تطور مجرد مجرد خلي نقول لهم تسوين ريباك للعبة فحسب اللي افتهمته هي هاي الفكرة فاذا اكو غيرنا مفتهمين فكرة اخرى خلي نكتب لنا يا بالتعليقات عادي شارك معلومات لانه واني هالفترة يعني شوية دوام ضغط علي يا اتابع الاخبار يا ما اتابعها يا اخذ عاك فكرة بسيطة عنه الفكرة وما بها انه انه اخلي الناس تشتري هاي اللعبة واجني فلوس اقدر اطور بيها اللعبة ذيشة راح تجي بمودات راح تجي مودات على الكونسل وايضا على البيسي المودات اللي موجودة حاليا بارك الاساسي ايضا مطورين المودات راح يطورون مودات ملاتهم يعني نفس الشي من المودات اللي اولها راح اعتقد تطور مدري اللي الشركة قاعدة تدعمها انه تطور هي مال ادشنال ارك اديشن اعتقد اللي بها مخلوقات هواية مثلا ممثل مخلوقاتها حتى خلي نقول ما عدها قوى خارقة وهيش شي مثل ايضا برايم الفين راح تجي على ارك اسندت ولكن بجرافكس مختلفة وهيش شي اكو ايضا امور اخرى راح اتكلم لكم عنها ارك اسندت هيون نيوس هنا يعني عشرين شنه هو على انه يقول المطورين يؤكدون انه على انه اللعبة راح تكون جاهزة في نهاية شهر العاشر وقبل انك تشتري قبل اطلاقها على مود الناس تشتروها راح ينزلون ترايلر عن اللعبة ترايلر جيم بلاي كاتبين ترايلر جيم بلاي عن اللعبة راح ينشرون شوكت؟ يعني تاني 16 اليوم ما باقي غير 14 يوم بهال 14 يوم ينزل ترايلر وينزل تنزل اللعبة يعني مدري يعني ممكن المهم ارك اسندت نيوس ايضا اكدوا خبر اللاق على انه التك ما الماب ذا ايلاند راح يكون متوفر يعني ماب ايلاند ماب ذا ايلاند من راح ينزل ما نحتاج ننتظر تحديث على مودي جي التكوية لا لا التك راح يكون موجود من البداية من المخلوقات الجديدة اللي راح تجي طبعا عدنا الشي اسمه ماب الصارها راح يجي هاي السحلية راح تجي بماب راغنروك راح يجي هذا القيغانوتورابتر وبماب راح يجي هذا الطير مدري شي اسمه وبماب سنتر راح يجي الحوت اللي تكلمنا عليه اخر مرة وايضا قالوا على انه اكو تسويت راح ينطلق على الديناسور الجديد اللي راح يجي الماب ذا ايلاند ولكن شوكت هذا التسويت ما اعرف من ايضا من المودات اللي شفتها ممكن راح تجي لارك طيب هذا مطور مودات اللي راح ايضا جايد يطور مودات على الار ريال انجين 5 يقول مور فينوم وعي this مود will be coming to asa along with a view مور مود i haven't shown yet اوكي يقول مود هذا مال فينوم راح يجي الارك survival ascendant المودات ايضا راح تكون متوفرة على ارك survival ascendant وراح ننتظر طبعا راح يصادف ويا دوام لانا السبت ان شاء الله راح اروح للدوام وانا بالدوام راح انزل ارك ascendant بلك ياجلوها اسبوع يعني بالبيت وشبان يعني ارك انتو نهاية على مود اروح للدوام مو نهاية اكتوبر مو فتوكي يا ولد الهنا وصلنا لها الحلقة تمنى تكونوا استمتعتين اتمنى اكتو حلقة عجبتكم سبحانك الله وحمدك وشنان لا اله انت سبرت بلاك شوفوا الحلقة جاء بطال مع الف سلام